وقعت 11 دولة زايد لاتحاد الأوروبية مقترح للهدن بين لبنان وإسرائيل عشوه بنص المقترح اتفاق الهدن هو أساساً طبخة أمريكية فرنسية أخذ من مبادرات هوكستين السابقة بند الهدن الموقتي بجبهة لبنان للتفاوض على تطبيق القرار 17-01 اللي بباعت حزب الله لشمال اللي طاني هالمسار الدبلوماسي مفروض يوصل لوقف نهائي لإطلاق النار خلال 21 يوم وبما أنه حزب الله مصر عربة جبهة الإسناد بجنوب بجبهة غزة زايد ماكرون لمس له الخاصة على المقترح بإضافة جملي عن السعي دبلوماسياً لتطبيق القرار 1735 اللي بنص عوقف إطلاق النار بغزة مقترح ماكرون ما بيضمن نهاية الحرب بغزة بعد الهدن بلبنان بس بيضمن مخرج لحفظ ماء وجه حزب الله لهلأ المقترح مش ماشي بسبب نفس المشاكل اللي منعي تطبيق المبادرات السابقة أولاً نتانياهو عم يصر بالمفاوضات مع الإدارة الأمريكية والرئيس الفرنسي على فرض شروط إضافية قبل الدخول بأي هدنة بده نتانياهو يمنع حزب الله من تعزيز ما واقعه بجنوب اللي طاني خلال الهدنة ويفرض منطقة عازلة من بعده التصعيد والتهجير الحالي ورقة بإيد نتانياهو ما حيتنازل عنه بسهولة تانياً حزب الله عنده ورقة سكان شمال إسرائيل لمهجرين ورابط وقف إطلاق النار بلبنان بمصير المفاوضات بغزة ومنه مقتني على هلأ بالمخرج الشكلي الفرنسي